بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرحب بكم برنامجكم الرضا حياة في الحقيقة النهاردة يعني من حسن الطالع بتاعي النهاردة أني كنت برنامج بتاعي في ذكرى ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميلاد النور والرحمة لذلك يعني احنا كنا محضرين موضوع لكن لقينا المناسبة هي أعظم من أي موضوع اختار معه وهي ذكرى ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم احنا الروح بتسعد عندما تتحدث عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هو سر الأسرار هو السر الساري في هيكل الموجودات هو الرحمة العظمى لجميع العالم هو الصراط المستقيم بين الحق والخلق هو الحصن الحصين لكل موجود والرحمة العظمى لجميع العالم اللهم صلي وسلم وبارك عليه لبيتي الطيبين الطاهرين ورجل اللهم عن صحابة الهجن المهديين نتعرف على أجداده وآبائه ونتعرف على ميلاده الشريح كيف كان هذا الميلاد وأن نعلم أولادنا وزوجاتنا هذا المولد وما المقصود وما لغاية من هذا الميلاد سوف نتعرف على معنى جديد من معاني الميلاد ميلاد النبوة صلى الله عليه وآله 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 وسلم لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيره معه فأنا من خيار من خيار من خيار والده جده هو عبد المطلب هذا الرجل كان مستجاب الدعوة وحرم الخمر على نفسه في الجاهلية وهو أول من تحنث بغار حراء وكان عندما يصاب قريش قحت يذهبون إليه ليدعو الله لهم كانوا يستسكون به وعندما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذه معه عندما يستسقي إلي قريش والده هو عبد الله بن عبد المطلب كان أجمل فتى في قريش وأبرهم إلى والدي أحسن خلقا وخلقا وكان شخصية متميزة عن أقرانه في ذلك الوقت ذخذه والده لزوجه أمه السيدة آملة بنت وه وفي الطريق كما يروي ابن هشام وابن كثير وأبو نعيم والقسطرالي والسيط في الخسائس الكبرى وغيرهم الكثيرين من كتاب السيرة أن امرأة شريفة اعترضت رأت في جبهته نور النبو وكان نور النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا في جبهته فهي قرأت في الكتب السابقة أن هذا هو نور النبي آخر الزمان فقالت له أعطيك مثل ما فديت به من الإبل وعلى أن تقع عليه مئة ناقة فدي عبد الله بمئة ناقة من الذبح لأن والده عبد المطلب عندما أراد أن يحفر زمزم اجتمعت القبائل عليه وأراد أن ينزعوا هذا الشرف منه فقال لئن أعطاني الله عشر من الولد لأذبحن واحدا تقاربا إلى الله ففضاه الله بمئة من الإبل المهم أن هذه المرأة قالت له أعطيك مثل ما فديت به من الإبل مئة ناقة وعلى أن تقع عليه ولكنه رفض هذا المطلب وقال قولته المشهورة أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينا فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم أرضه ودينه وطركها وذهب وتزوجها بالسيدة أمينة وجلث عندها ثلاث ثم فيه وهو راجع قابلته هذه المرأة وقالت له ماذا فعلت والله ما أنا بصاحبة ريبة ولكنني كنت أبغي هذا النور الذي في جفتك ولكن الله شاء أن يجعله في آمينة أخبرها وقل لها أنك حملت بخير خلق الأرض المهم أن السيدة أمينة تحمل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطرأ إرهاصات النبوة وطرأ البشائر التي كانت تتولى عليها كل العوالم كلها كانت فرحة يعني كلها كانت فرحة ومصورة بهذا الميلاد تقول السيدة أمينة حيث أنني كنت وحيدة في المنزل وعبد المطالب في طوافه وعبد المطالب في طوافه ولم يعلم بي ذكر ولا أنسى حدش كان يعرف هتولد ولا بيش هتولد لكن تقول وإذا بنسوة لك النخل طوالة كأنهن من بنات عبد مناف فأخذن يحدق نبيه فقلت واغوساه من أين علم نبيه قلنا نحن آسيا زوجة فرعون ومريم ابنة عمران ومعنا الحور العين للتحية والإكرام تقول فرأيت في هذا المشهد العظيم تقول فأخذني المخاطل فوضعت محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هو ساجد ورافع أصبعيه مبتهلاً إلى الله تعالى ولذلك قال القائل أومى إلى القدس الأعلى بأصبعه رمز إلى أنه فضلاً سماء قدر الهواتف توالت عليها فتقول ورأيت سحابة لها نور عال هذه السحابة أسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام الرجال وسمعت قائلاً يقول خذاه عن أعين الناس وطوفب محمد جميع الأرض وعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضى إسحاق وفصاحة صالح وحكمة روت وبشرة يعقوب وشدة موسى وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داوود وحب دانيال ووقار إلياس وعسمة يحيى وزهد عيسى واغمسوه في أخلاق النبيين واغمسوه في أخلاق النبيين ثم تقول ثم انجلت هذه السحابة فإذا هو كالقمر ليلة البدر يستعرحه كالمسك الأظفر وإذا بثلاثة نفر في يد أحدهم إبريق من فضة والآخر تسط من مرض أخضر وفي الثالث معه حريرة بيضاء فأخرجها فأخرج منها خاتما تحار أبصار الناظرين دونه وغتله من ذاك الإبريق سبعا ثم خاتم بين كتفيه بالخاتم اللي هو خاتم النبوة لذلك أن أحد الصحابة سيدنا سلمان الفارسي يقول عندما جاء ليسلم أو ليؤمن بحدث النبي صلى الله عليه وسلم فكانت علامة هذا الخاتم خاتم النبوة فكان يلتفت هو جالس مع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي مقصده فأضال نفسه له حتى يرى خاتم النبوة في الكتف الأيسر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يذكر ابن كرير رجل من بني عامر شيخا كبيرا يقول أتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن عبد المطلب أنبهت أنك تزعم أنك رسول إلى الناس وأنك وتيت مثل ما وتي موسى وعيسى وإن النبوة كانت في بيتين بني إسرائيل وأنت ممن يعبد الحجارة والأسطان فما لك والنبوة يعني أنت أتيت من قوم يعبد الحجارة والأسطان فما لك والنبوة ولكن لكل قول حقيقة فما هي حقيقة قولك وبدء شأنك هذا الرجل كان رجل حكيم بنتعلم هذا المشهد حاجة عظيمة جدا اللي هي الظن السيء بالناس أنت أتت إليك معلومة لا بد أن تتأكد هذا الرجل أتت يعني قالوا له هذا الكلام أنه يقول أنه رسول مرسل وأنه أتى بما أتى بموسى وعيسى عليهم السلام فهو جاء ليستعلم الحقيقة ويقف على الحقيقة كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبيهم فتبينوا أن تصيبوا قومهم بجهلتهم فتصبحوا على ما فعلتم منادمين معنا اتصال نأخذ الأول فضلي السلام عليكم كل سنة وحدتك طيب عليكم السلام كل سنة وحدتك طيبة نطرب حدتك أنا مدام حنان من قاهرة كنت عايزة أسأل بس سؤال فضلي كيف كيف نتعامل مع المشكلات التي تواجهنا في حياتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ حنان شكرا جزيلا طبعا سؤال مهم جدا هنخلصه بعد بس نجاوب على نكمل الحتة بتاعة هذا الشيخ العامري هذا الرجل هذا الشيخ قال له ولكن لكل قول الحقيقة فأهم بإن الحقيقة قولك وبدء شأنك فقال له صلى الله عليه وسلم إن بدء حقيقتي أو حقيقة قولي وبدء شأني أنني دعوة أبي إبراهيم وبشارة آخي عيسى وأنني كنت بكر أمي وحملت بيه فلم تجد ثقلا ولا وحما كما تجد النساء بالنسبة طبعا هذا الحديث طول جدا أنه بدأ يحكي له النوكة المسترضع وأن أمه رأت في مناميها أن الذي في بطنها نورا أضاء لها مشارق الأرض ومغاربها وفي روايات أضاءة أضاءة لقصورة بصرة بالشام يعني حديث طويل جدا ويتحدث في صلى الله عليه وسلم عن شق الصدر في هو مستضع في باندار باني سعد وكيف أن الملك أتى وأخرجوا قلبه وغسلوه وختم بخاتم ثم يعني التام هذا الصدر مرة أخرى قصة طويلة جدا لكن نجاوبة لأسؤال طب ناخد سؤال الثانية أيضا فضل فضل أيوة سلام عليكم سلام عليكم أيوة أهلا وسلام بحضرتك فضل لي سؤالك أيوة يا دكتور بحضرتك طيب وحضرتك طيبة وبخير وسعادة يا رب فضل لي سؤالك نعم فضل لي لي يا دكتور لما بندخل مكان بنرتاح لبعض الناس وبعض الناس تانية لأ طيب يا فانتم شكرا جزينا على هذا السؤال ناخد سؤال اللي هو يعني إزاي نواجه مشاكل أول حاجة أزال لكم حاجة خطرة جدا مدام نحن نتحدث عن الرضا وعن صاحب الذكر العطر الذي علمنا الرضا الذي قال ورضا بما قسم الله لك تكون أجنى الناس احنا بنشكر سيدنا النبي وبنشكره على تعاليمه العظيمة التي غرسها فينا وأخلاقه الطيبة أولا التعامل مع المشكلات هنا كل يوم بنواجه مشكلات كثرة جدا كل يوم كل وقت وكل ساعة المشكلات هي غايتها أنها تبرز ثمر الروح فيك تبرز بعاني الأخلاق اللي هي فيك تبرز السمات الطيبة التي فيك فعنا عشان أتعامل مع هذه المشكلات وما أضرش نفسي أن أنا أتقبلها أتقبل أن أرضا لما أتقبل المشكلات اللي بتحدث في حياتي فربنا سبحانه وتعالي يبدأ المجال الطاقة بتاعي يفتح كده ويلاقي أفكار تجيلي العالم الآخر ويجيلي واحد يكلم معي ممكن تلفون مكالمة ممكن أي مهم أن أنا هفتح المجال بتاعي لكن لو زلط أفكر في هذه المشكلة طوال الوقت أنا هنا أولا بضمر نفسي وضمر حياتي وبعدين المشكلات بتعمل لي بقى العقل بينبسط قوي لأنه بيعتبر دي ساحة قتال بالنسباله وهو لازم يساعدك لازم ينجحك نجحك في أنه خلص عليك بقى لأنه هيجيب لك المشاكل من أول الأخيرة وإحنا عندنا برمجة الأسف كلها سلبية وفي حالات مثلا متعسلة في المواد وفي حالات مش عارفة حصلت مشكلة مع فلان فهو هيربط لك الأمور وإعدالك ويطلع لك نتاج يعني يقضع عليك يعني إذا أنت استسلمت هذا الأمر فهو أن تقبل هذا الأمر النبي ربنا سبحانه وتعالى يقول مردية بقدري أعطيته على قدري أنت أول من المشكلة توجهك ترضى بيها وتتقبلها علشان ما تكبرش وتنتصر عليك ده باختصار تفضل معنا اتصال برضو السلام عليكم سلام عليكم اهلا وسلام بحياتك واسلام طيب تفضل والله أنا عندي شكرا دكتور تفضل حدثك تفضل حدثك أيها إنه اللي تعامل مع الأطفال اللي ملهمش نغفص التعليم طيب يا فندم شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده باختصار علشان نواجه المشكلات نحن نتقبلها وبعدين نفوض الأن بالله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وبعدين يعني نستسلم نستسلم لهذا الأمر نتقبلها تقبل كل وجوزي وبعدين نفكر في الحلول ده باختصار شديد جدا عشان الحلقة السؤال الثاني اللي هو ليه لما دايما بنخش مكان مثلا نرتاح لشخص معين أو بعض الأشخاص والأشخاص الآخرين في نفس المكان ما نرتاحش لهم أو هذا برضو تشغل الواحد اسمه جاك شوارتز دكتور كان هذا الرجل يعني قرأ في الفلسفات الشرقية وقرأ في العلوم الإنسانية وتعمق وبدأ يبحث عن إجابة هذا السؤال فعلا وبدأ يعمل أبحاث وتجارب استمرت أكثر من يعني 35 عاما هو بيبحث في هذا الموضوع ووصل إلى حاجة اسمها الهالة تكون الهالة حوالي جسم الإنسان ووجد أن التوافق الهالات مع بعضها بيحدث تجاذب لذلك مثلا واحد راح يخطب واحدة فهو قوم بصرها كده ارتاح لها ليه؟ أن مجال الطاقة والهالة بتاعته منسجمة مع الهالة بتاعتها فبيحدث الإيه؟ الانسجام والقبول لكن في واحد مثلا تبصله لأنتم من تشمل مبصد معا ليه؟ لأن مجال الطاقة بتاعه أو أفكاره مش منسجمة معاك فلذلك بعد 35 سنة أبحاث وعمل كتاب اسم محبول الطاقة البشرية جاء عالم روسي اسمه الدكتور يوري ديكاشينكو وهذا الرجل كان رجل بيعتبر من العلماء الأفزاز الكبار قال له والله يا دكتور جايك حدثك ضيعت وثول جدا من عمرك ولكن النبي الإسلام قال ما بحثته في 35 عاما في حديث واحد فقال له ايه الحديث ده؟ قال له قال صلى الله عليه وسلم على أرواحه جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف يعني احنا بنهدي هذه هذه الواقعة للسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين جميعا في المشارقة الضوء مقرب السؤال الثالث اللي هو كيف نتعامل مع الأولاد اللي هم عندهم مشاكل في التعليم لكن أول قبل ما أجواب عليه عاوز أقول الحكم من الميلاد احنا مش هنحكي ما حكيناش قصة انا من نساحلنا نستمت ونحكي قصة الميلاد لكن حقيقة الميلاد هو ميلاد الخوارج السبعة ميلاد الخوارج عندنا القصر الجوارح ميلاد الجوارح السبعة الجوارح السبعة من المراتب الكونية إلى المراتب النبوية خلي بالكم يعني عندنا الجوارح بتاعتنا السبعة اللي هي الشم والبصر واليدين والرجلين والسمع والبصر كل هذه الجوارح ميلاد النبي جاء لو يرقيها من المراتب الكونية اللي هي البطش والضان السيء والكراهية والبغض وكل الأمور اللي هي السيارية إلى المراتب النبوية السبعة اللي هي من آدم عليه السلام سيدنا آدم كنت أصلك تراب بعد النفخة سرطة كان سيدنا عيسى عليه السلام رمز النفخة ثم دبت فيك الحياة كان السيدنا يحيا هو رمز الحياة ثم بعد ذلك يظهر عليك الجمالي اللي هي هو رمز سيدنا يوسف عليه السلام ثم بعد ذلك لما تكون عندك الجمال تكون أهل بقليل المه الدراسة هو رمز سيدنا إدريس عليه السلام ثم بعد ذلك بعد سيدنا إدريس تكون عندك الحكمة وهو سيدنا هارون مرتبة الخامسة ثم بعد ذلك تكون هناك الكلام والحديث مع الله سبحانه وتعالى وأن تدخل في الصلاة وتقرأ القرآن وهو رمز سيدنا الكليم والله سيدنا موسى عليه السلام ثم بعد ذلك تتخل المحبة الله كل جزء من جسدك وهو رمز الخليل إبراهيم عليه السلام في السماء السبعة زي المشاهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاة والمعراج فالميلاد هو ميلاد الجوارح السبعة من المظاهر مراتب الكونية إلى المراتب النبوية هنا بتكون في مرحلة الترقي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا لظهور الظاهر عليك أنوار الله تبارك وتعالى وهنا بتزيب أخلاق إبليس لأنك أنت قبل الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبعثات الشريفة كان هذا الجسد عليه فيء عليه الظلم والطغيان والقراهية وكل هذه الأمور اللي هو إيه إبريس متزاعمة لأن إبليس أراد أن يمسك زمام القيادة ولكنه لم يسطع القيادة لماذا؟ لأن إبليس زرع الأنا أنا خير منه زرع الأنا وهو النهاردة المدرسة بتاعته شغاله هي مدرسة التزمر والسخط فإبليس لا يدعو إلى خير لكنه يدعو إلى فساد وإلى معصية يدعو إلى ضمار لا يدعو إلى أعمار أو إلى أخلاق فاضلة ولذلك قبل بأسة النبي وميلاد النبي كان هو المسيطر على هذا الجسد كان لذلك كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد هذا الجسد مرة أخرى ويحيى بالله الواحد الأحد لذلك أن الجوارح مجغولة طول الوقت بما هو مصخر لها يعني سبحان الله وصخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا من وصخر لكم الإيلة والنهار والشمس والقمر والنجوم والدواب وكل ده مسخره لك والجوارح مجغولة مجغولة بالأكل والشرب مجغولة بالأشياء أنت مجغول بما هو مصخر لك يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث خلقت السماوات والأرض لم يعي بخلقنا يعيني رغيفة عيش أو رغيفة خبز أسقو لك وبعدين يقول خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك الرزق فلا تتعب الكوارح مجغولة بالتعلق بالأشياء لذلك الرضا الرضا يحردك من التعلق بالأشياء ويجعلك ترتبط بالواحد بيرجعك الأصل اللي أنت كنت فيه لكن الشيطان قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مسيطر مكلبش على الكوارح بتحتك ومسيطر عليها ومخليها دايما في حالة الظلم والطغيان والكراهية وغيره وغيره لكن بميلاديه الشريف شلال الله عليه وسلم صرت بشرا بتبشر أخلاق إبليس وتتجمل بالأخلاق المحمدية كان على الجوارح النهاية إيه ترتبط بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم مثل الله ومثل أخلاقه مثل أخلاق الله سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الجوارح روحت إلى تعلق بالأشياء هذا كان قبل البعثة وهذا ما يفعله إبليس معك أنه هو بيدخلك بمدرسة عدم رضا مدرسة إشمعنى إشمعنى فلان كويس أو إشمعنى فلان عنده كذا وأنا ما عنديش إشمعنى إشمعنى وبيدخلك في دايرة وبيبعدك عن المنج الأخلاق السؤال بتاع أخينا للصول صبحي اللي هو بيتكلم على إزاي أنا أتعامل مع الأطفال اللي هم عندهم مشاكل في التعليم أول حاجة ما فيش طفل اسم طفل خايب أو طفل تعبان أو طفل متخلف في الأسف أنا دربت أطفال كثيرين جدا لقيت فيهم الذكاء والموهبة والملكات الجميلة جدا لكن ليه عاوزة تتنمى وتترقى لذلك احنا محتاجين ورقي هذه الصفات في أولادنا يعني أنا إن شاء الله الحلقة القادمة سأكمل الإجابة عليه السلام نصمهم جدا لكن في الختام أنا أقول أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الخط الفاصل بين مرحلتين من أعظم راحل بشرية مرحلة الظلم والطغيان والجهل ومرحلة العدل والهدى والطقى والحضارة الإنسانية السامية هو نور هذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم والبيت ظلل بالأملاك يقدمهم نور من الله من بحبيبه أسرى أبرست شمسا تضيء الكون أجمعه حتى رأت أمه من نوره بصرى خرت على رأسها الأصنام خاسعة بل أخمدت نار إضلال لدى كسرة والجن قد دحروا بالرجم واندحروا لم يسمعوا أبدا شعرا ولا نصر صلوا وسلموا على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل عام وأنتم جميعا في مشارق الأرض ومغربها بخير وسعادة وأخلاق فاضلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته